جزر المالديف غالباً احنا بنسمع اخبارها على ان الناس راح تستجم اغلى فنادق في العالم وطبعاً شوفنا التضامن اللي حصل مع اهلينا في غزة وانه هم قالوا ان احنا مش هنستقبل اي سايح اسرائيلي كون دي حاجات حلوة لكن يطلع لنا خبر يقول سلطات جزر المالديف تلقي القبض على وزيرة البيئة السيدة فاطمة شمناز ايه بقى؟ علشان ايه؟ اعفوها من منصبها وابدوا عليها عشان شبهات تتعلق بممارستها السحر الاسود للتقرب من رئيس البلاد الموضوع باختصار العجيب يعني ان ابدوا عليها هي واخوها وشخص بيقولوا عليه ان هو ساحر قالوا ان هم قاموا باعمال سحر اسود علشان يتم التقرب لرئيس البلاد منها طبعاً السيدة وزيرة البيئة كان ايه المبرر تبقى قريبة لي وتاخد مناصب اكتر طب ما هي وزيرة قريدي لحد دلوقتي طبعاً الموضوع بالنسبة لنا احنا غريب اثار ردود فعل في العالم وطبعاً عندنا في مصر كان جزء من حديث القاهرة فيه سحر اسود في جزر المالديف واللي بيعملوا ناس على درجة من المسئولية زي وزيرة في الحكومة ترجمة نانسي قنقر